وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وواه ابن ماجة والحاكم إلا أنه قال خيركم خيركم للنساء وقال صحيح الإسناد حديث عائشة وحديث ابن عباس يتفقان في اللفظ والزيادة التي عند ابن ماجة والحاكم فيها يعني تخصيص الخيرية برعاية النساء كما هو ظاهر هذه الأحاديث تحتها مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم أي من خيركم أي من خيركم من حيث الخيرية والأفضلية والأكملية الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله ولذلك يجب اعتقاد هذا النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله وسيرته وحياته تشير وتظهر هذا المعنى العظيم فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله المسألة الثالثة فيما يتعلق بالأهل أشمل وأعم من قصره على الزوجة أشمل وأعم من قصره على الزوجة ولذلك الأهل يشمل الوالدين والأولاد والأعمام والعمات والأخوال والخالات هؤلاء كلهم يسمون أهل لكن إذا وردت لفظة الأهل فينظر في السياق فإذا كان السياق يقصد به الزوجة فيقصر على الزوجة ولذلك في قول الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله قال العلماء سار بزوجته وقيل سار بأهله بزوجته وأولاده من البنين والبنات وذكروا معاني في هذا الأمر المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية بريمانجة والحاكم قال خيركم خيركم للنساء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي بالنساء حتى في آخر حياته قال استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا ولذلك الرجل المطالب بأن يكون من خير الناس في تعامله مع أهله عموما ومع زوجته خصوصا ومن جملة الخيرية تحمل أذى الزوجة وتحمل غير الزوجة وقد تحمل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه الشيء العظيم في هذا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الخيرية في واقع الأمر ليست يعني كلمة تقال أو دعوة يدعيها الإنسان وإنما واقع واقع يترجمه الإنسان من خلال تحمله وصبره وتغافله وشيء من هذا القبيل والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كثيرا عن طبيعة المرأة وعن سلوكيات المرأة وكيف أن الإنسان ينبغي له أن يتحمل ما يصدر عن المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة ولك أن تتخيل الغيرة الشديدة التي كانت تنبض في عروق صدورهن ومع ذلك تحمل النبي عليه الصلاة والسلام وصبر على ذلك ولما جاء مسألة أرذنا شيئا من الدنيا هنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقفا حازما لأن الله تعالى خيره بأن يخلده في الدنيا وبأن يسير له جبال مكة أو ديتها ذهب فكان يأبى عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللد دنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل الشجرة فيه ومنصائف ثم تركها وانصرف فهجرهن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزلت آية التخيير فبدأ بتخييرهن إما بالبقاء معه والصبر على حالته وإما أنه يسرحن سراحا جميلا يعني سراحا جميلا مصحوب بشيء من أموال الدنيا فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وكانت حياته عليه الصلاة والسلام مليئة بالمواقف من جهة الغيرة من جهة غيرة نسائه عليه الصلاة والسلام وكان يحتمل الأذى في ذلك الخيرية أيضا في رعاية المرأة وصيانتها وحمايتها كذلك تعليمها الأحكام الشرعية التي تقيم بها العبادات والطاعات وغير ذلك من الأمور